اشتركوا في القناة 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 الكفتة بتاعي ما يكونش ولا تخين قوي ولا رفايع قوي عشان ما يتحرقش وابصم بالدية بسم الله على بركة الله وهدي الفحم بتاعي مولع ابدأ انزل على الشوايا دي بالنسبة لكفتة الحاتي كفتة الحاتي كيلو من اللحمة او الكفتة الطرب اللي اتنين باشتغلهم بعجينة واحدة كيلو من اللحمة ما تضاف عليها واحد عدد من البصل 3 فصوص من التوم الفلفل والتوابل بتاعة الجميلة الحبهان وراء اللوري جسط الطيب بنفرمها مرتين في الشوايا بعد كده بنحطها في التلاجة حوالي 10 دقيقة وربع ساعة تلج معايا كويس وانزل عليها بالبصل والجزر اختياري زي ما احنا شايفين بتركها سهلة وبسيطة تاخدش وقت معايا وغدا بيكون جميل النهاردة بعيد عن الرز والمكارونات والسلصات هنعمل احلى غدا خفيف ولزيز وطعم جدا مية في المية بيقلب علينا الجو من جميع الجهات لما يكون معديين على عربيات الكفتة او محلات الكفتة الكبيرة الروايح الجميلة بتعملها حضرتك في البيت بطريقة سهلة من كيلو اللحمة والميج جرام من الدهن كلها امكانيات بسيطة موجودة في كل البيوت بعد كده بنجيب منديل الطرب زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اوه اهم حاجة عندي المنديل الطرب ما يكونش فيه كلا كده دهن كتير الدهن اللي هو التقيل اوه ده هو دهن عمتا كده كده بيبقى خفيف وبيبقى حاجة شفاف زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اوه ابدأ قطع تقطيع مربعات صغيرة بسم الله بالطول بتجيبينه عند الجزار بتمن بسيط جدا جدا حاجة بالطول اهو زي ما احنا شايفين بعد كده هقسمه على اتنين مش عايز دهن كتير ويكون عالية زي ما احنا شايفين اهو كده قطعناه مربعات او او مسلسات ما فيش اي مشاكل نبدأ نوضب في المنديل بالطول وناخد والكتل اللي احنا شايفينها دي هناخدها بالسكينة بالراحة واحدة واحدة واحنا برضو ما ننساش الكفتة بتاعتنا الجميلة زي ما احنا شايفين اهو الجمال والدلع كله في الصحة والجمال على الشبكة بتاعتنا وعش شواية وستر ياهو زي ما احنا شايفين اهو لسه محطناش اللي تاعة المنديل اقصد للطرب والكفتة بدأت تدخل معانا الدقان الجميل زي ما احنا شايفين بسم الله حاجات بسيطة وسهلة بتركات خفيفة مع المغبوزات الحلوة الجميلة وصلطة الطحينة والصلطة الخضرة دلع دلع كله نجي حتة من الكفتة بتاعتنا اللي احنا فرمينها لكفتة الحاتي بسم الله اخد قطع صغيرة وابدأ اصبع وانزل على منديل الطرب ما فوش كلاكي الكتل الكبيرة اللي هي في الكفتة نحاول بقدر الامكان ان احنا ما نعملهاش عشان ما تفكش مننا وما يكونش دسمة جامد اكتر من اللازم بالمنديل بتاعنا اهو وابصمها بأيديا او اضغط عليها ضغطة بسيطة نبدأ نقول بسم الله نفس التكرار هنكرر بالكفتة الجميلة والروايح الحلوة زي ما احنا شايفين واحدة واحدة ما حضراتكم منديل خفيف وضبناه التوضيب بتاعه هو عبارة عن احنا بناخد الكتل او الحاجات العالية جامد في الدهون بتاعتنا ممكن نفرومها ما نرمهاش لان هي اصلا حاجة اساسية معانا في الكفتة نفرومها في الكفتة تانية نخليها في الفليزر لاي حاجة نستخدمها للكبدة الاسكندراني للكفتة بتاعتنا الجميلة لاي حاجة اي منديل معانا بتمشي معانا زي الفل يوعد دخان والدلع والجمال زي ما احنا شايفين اهو مع واحد عدد من الفلفل المشوي والباصلة المشوية والطماطم عشان نطلع احلى شوية كفتة لا احلى مشاهدين في الصحة والجمال نجيبكم حيات البسيطة اللي سهلة عشان تعملوها ببيوتكم لأولادكم والأحبابكم اهل فانا وشيفة ليكم نفس النظام اهو وبرضو بنفس الطريقة اجيب الخلة بتاعتي واصبع على الخلة وعند القفل اللي انا قفلت في الاخر هخلك اتنين اتنين بالزبط واصبع واضغط جامد عشان ما تفكش مني اهو وابدأ انزل بالكفتة الطرب اللي بتقلي بالدنيا بالريحة ممكن نحطها في الفرن ونقول كفاية كده على الفرن يا فوزي اهو ندخلها الفرن بنفس الطريقة برضو على الصواني اللي ما عندهش الشوايا او ما يقدرش يعمل بالشوايا ندخلها الفرن وحوالي بعد عشر دايب الزبط مندخل فيها في حماية نولع في حماية بتستمنوا الحياة الجميلة زي ما احنا شايفين اهو عم عزب تسلم ايدك عادي عادي اهو والدخان الجميل طالع مع الروايح الجميلة نفس النظام كده الكفتة الطرب معانا ونقل ونقل بتقليب بسيط بعد دقيقة واحدة بالظلطة يا بتاخدش خمس دقايق بعد دقيقة نبدأ نلفها في السلوفان لو مش حضرتك مش تكليه على طول هنلفها بالسلوفان وندخلها الفرن عادي 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 خالص عادي عادي اهو نبدأ صبع فوزي صبع صبع فوزي راح فين ماشي عم وليد معي فوز المساعد بتاع تفضل اتفضل اشيب فوزي تفضل افد حاجات بسيطة وسهلة بتركات بسيطة نقلب على طول عشان الروايح الجميلة ما تقلبش علينا الدنيا وبهدلنا الارض نفس التكرار عند خالة بقى الباقي الصينية بتاعتنا باقي الكفتة حبينا نوري لحضراتكم الكفتة الطرب والكفتة الحاتي عشان ولا كفتة الحاتي بتفك ولا باي حاجة بكل سهولة بكل تركات بسيطة ومش محتاجة فنيات بسيطة وخفاة جدا مش محتاجة حاجة شغل كتير ولا اي حاجة والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة كمل يا شيء فوز تفضل يا فنم قبل الفرم وبعد الفرم قبل الفرم وبعد الفرم قبل الاكل وبعد الاكل يعني الاتنين ما حضراتكم قدامكم على طول بعد كده تعالوا بقى ندخل للمغبوزات عشان ما تحلوش الكفتة معانا الا بالعيش بتاعها الجميل الطازة اللي هنعمله قدام حضراتكم احلى حاجة في المشاوي خفيفة لذيذة طعمة واقتصادية 100% لما نعملها عندنا بالرايح الجميلة ابعت اللي بتبعت اول حاجة نبدأ نقول باسم العربة في المغبوزات بتاعتنا الجميلة نص كيلو من الدقيق طبعا على حسب رغبة حضراتكم لو حبيتوا تكتروا نجرب الاول في نص كيلو لان احنا هنعملها لو عند حضرتك الفرن الرياط هتشتغل في فرن الرياط عادي هنهدي الدخان شوية حاضر هنهدي كده هدي هنشيلها خالص اهو نقلب على طول باستمرار زي ما احنا شايفين بالجمال والدلع اهو طلعة احلى حاجة في المشويات ان هي الريحة بتاعتها واسخ ان هي بكون حاجة جميلة صبع على طول في ودخل صانية عشان نقضى بالمطبخ ونخش على المغوزات بتاعتنا الجميلة وادة كفتة طربة ايه كل شوية كل دقيقة اقلب فيها عادي جدا عادي عادي اهو بعد كده نعجن العجين بتاعنا نقول بسم الله على بركة الله اول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق متضاف عليه معلقة من السكر رشة ملح معلقة خميرة صغيرة معلقة خميرة صغيرة بسم الله نص كيلو من الدقيق رشة الملح خلاص احنا كده استوت معانا وبقت زي الفل هنبدأ نرصها في الطبق بتاعها زي ما احنا شايفين عشان العملية تهدى معانا شوية في الدخان احنا بنعملها عشان خاطر حضراتكم نفس النظام باشوف الكفتة بتاعتي لو كانت طرية جامد اسيبها شوية تاني مش طرية ابدأ اطلعها لو حضرتك مش هتكليها على طول تلف فيها بورق السلوفان واندخلها في الفرن خمس دقيقة قبل الاكل على طول مباشر بيبتطلع لسه طلعة طازة ولو حضرتك ما عندكيش شوية او انت مش مستعد ان انت تشوي سهل جدا نحطها في الفرن زي ما هي زي ما هي وبعد خمس دقايق بعد ما اندخلها نطلعها من الفرن بشوية او بال بفح مية صغيرة ومتضف عليها معلقة من السمن بسيطة هتطلع معاك جميلة جدا وامتازة وطعمها بيبقى لزيز وطعم مية في المية نبدأ للمغفوزات بتاعاتنا نقص كله من الدقيق معلقة من الخميرة معلقة من السكر رشة ملح هنضفهم عليهم شوية من المية كله ده مضفين على بعضهم الخميرة مع السكر مع الملح بعد كده هننزل يا فوزي صبع زي ما انت شغال عشان نطلع في الفرن ونطلع في الكفتة بتاعتنا الجميلة بسم الله هنزل شوية شوية من العجين هتاخد حوالي كوباية من المية مية عادية جدا جو حر اليمون دول ما فيش اي مشاكل هنسيبها حوالي عشر دقايق بعد العجن لكن لازم في العجن لازم نخدمها خدمة كويسة للمغبوزات اللي حابب يحط حبة البركة او الهل المطخون او اي روايح جميلة العنسون او الشمر الحاجات الجميلة في المغبوزات بتطلع طعمها جميل حاجة معمولة وصاية مية في المية ويادي الدخان بتاعنا قلب الدنيا مع شوية من الكفتة الترب هدي هدي ويادي البصلة والفلفل مفيش يا عم واليد في طحينة في كل حال لازم الطحينة مع المشاوة عم واليد لازم الطحينة اساسي هنعملها بواحد فصل من التوق في كذا طريقة للطحينة كذا طريقة للطحينة وفي طحينة بتتعمل يدوي هنعملها ان شاء الله في حلقة من الحلقات بس نهات دي النار بتاعيتنا اللي هتقلب علينا الارض دي زي ما احنا شايفين كده عم واليد صحة ولا رائف اتصلوا بينا طب كويس خليوا ميجوا بايا نبدأ نعجن العجين بتاعنا عم عزب عم واليد استاذ وليد عمارة المخرج الجميل نبدأ نعجن بسم الله شوية شوية من المية ونعجن عجلنا بالراحة عشان نطلع احلى مغبوزات لينا هتطلع في الطاصة ولو عند حضرتك فرن رياط بيطلع ممتاز جدا فرن الخبيز المستخدم للخبيز وبرضه الفرن العادي شغال بس طبعا الرياط افضل بنولعها على بيكون نار عالية شوية وتشتغل معانا بكل تركة بسيطة وسهلة بسم الله لازم نقلب على طول باستمرار نقلب على طول باستمرار ندخل قلب هتستغل معانا سهلة وسريعة جدا بسم الله هنبدأ ننزلها عملناها كده الطرب وعملنا الحاجة الجميلة بسم الله على بركة الله اهو عالدلع والجمال وننزل المشاو بتاعتنا على الفلفل والطماطم والبصل يطلعوا معاها طلع المغبوزات بتاعتنا نص كيلو من الدقيق متضفع عليه معلقة من الخميرة متضفع عليه معلقة من السكر رشة الملح ونخدمها خدمة كويسة جدا بسم الله على بركة الله اهو زي ما احنا شايفين بعد كده بنسبها تختمر حوالي عشر دقايق لازم تخدم العجينة كويس ويكون الدقيق بتاعنا دقيق متعدد لاستخدام او دقيق يكون دقيق فاخر هنغطيها حوالي عشر دقايق فلفل حار بارد انزل هنغطيها حوالي عشر دقايق بالظبط عشر دقايق اغطيها فوزي بسم الله طبعا المشاوي بتعوز الحاجة لازم يكون بيكون مكان واسع ربنا يوسع كله كله ان شاء الله بإذن الله هنغطيها حوالي عشر دقايق بالظبط ونسيبها تختمر ونقطعها كويرات صغيرة ونبدأ بعد عشر دقايق بالظبط نفرد الكويرات دي بعد ما قطعناها الكور نروق المطبق بتاعنا بسم الله نجيب العجين رصالف اللي بتاع الصينية نجيب العجين بتاعنا بعد عشر دقايق بالظبط ومقدير الخلز قدام حضراتكم على الشاشة اهو ونجهز التصاب بتاعتنا لازم تسخن كويس نشيل الشواية بتاعتنا دي هتعمل لنا قلق بعد كده شوية من الدقيق نرش رشة بسيطة بعد مختمر حوالي عشر دقايق بالظبط هنرش رشة بسيطة ورشة دقيق عليها من فوق ونبدأ نعملها دايرة بسم الله نضغط عليها بالراحة واحدة واحدة ما قدام حضراتكم اهو بسم الله السمك بتاعه حوالي نصف سنتب بالظبط في الرغيف لو في الرياض بيكون افضل يطلع الرغيف قابب وجميل جدا زي ما احنا شايفين قادر الرغيف بتاعنا بحبة البركة الجميلة هنجيبها في الصينية بتاعتنا ونديها سينا من الزيت قوت دقيق شوية من الدقيق اهو عليها وننزل بالخبز بتاعنا نفس التكرار رشة من الدقيق بسيطة بعد ما عجلناها بمعلاقة من الخميرة معلاقة من السكر رشة من الملح وعجلناها وضفنا عليها ربع معلاقة من البكن بودر في العجين بعد العجن هننزل نعمله دواير واحدة واحدة بالراحة خالص ونسيبه حوالي خمس دقايق يختمر تاني العجين هترتاح معانا وفي شوية من الدقيق وانزل اسيب العجين بتاعي نفس التكرار نكرر على نفس النظام ونجيب الحاجة الجهزة بتاعتنا بسم الله صح هلا دخلو لكم نفس النظام يرتاح عشر دقايق بالزبط لازم يكون الشقل اللي بتاعتي يكون سخنة وانزل نغبز لو فرن الرياض بيكون أفضل بكتير نفس الطريقة ونفس التكرار هنكرر نفس الطريقة وهنعمل المغبوزات بتاعتنا بنفس النظام عملنا مع حضراتكم الكفتة الطرد وعملنا الكفتة كفتة الحاتي بكل سهولة على الفحر أو على أو في الفرن نشتغل في كل مرحلة غدا بتاعنا أو الأكل بتاعنا مفيش حاجة بتدقى صعب علينا فأكلة بسيطة مصرية في الصحة والجمال دايما على طول كل حاجة بيكون خفيفة وسهلة هنخلص المغبوزات على نفس الطريقة ونطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نشوف الحلو بتاعنا نعمل فيه